ابناء طلاب التخصصات المعمارية في كل مكان أهلا وسهلا بكم من جديد ويوم جديد مع درس جديد وتخصص جديد من تخصصاتنا المعمارية إن شاء الله بإذن الله نشتغل مع بعض مادة تكنولوجيا الأعمال الصحية وشبكات المياه التخصص الصف الثالث تخصص أعمال صحية نهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتناول في الحلقة بتاعتنا بإذن الله القوانين والتشريعات العمرانية الخاصة ولكن الجزء الخاص أو الشق الخاص بتنظيم الأعمال الصحية هنتكلم عن القوانين والتشريعات فيما يخص جزء الأعمال الصحية طبعا وإحنا بنتناول العرض أو أثناء العرض هنتعرض طبعا لمجموعة من التعريفات وده جزء مهم جدا 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 في مادة التكنولوجيا ليه؟ لأن طبعا لو إحنا جبنا نمازج من الامتحانات السابقة للأعوام السابقة هنجد أن دايما السؤال ده موجود في أغلب الامتحانات أو تقريبا يكاد في كل الامتحانات السؤال بيكون نظري أكمل ويعتمد اعتماد كلي أو بيقوم أساسا هذا السؤال على الجزء الخاص بالقوانين والتشريعات لأن طبعا القوانين والتشريعات هي المنظمة لجميع أمورنا الحياتية فما بالك إذا كانت بتنص أو بتهتم وتشتق من تنظيم جزء خاص بعملنا وهو الأعمال الصحية فلازم أكون ملم وعارف يعني طبعا حد طريق يعني خط تنظيم يعني ارتفاعات وده جزء مهم جدا لأن أغلب ما نعرض له في هذه الأيام أو المشاكل اللي بتدور في أغلب الأوقات والناس بتلجأ فيها إلى الحي بتحكم الحي أو مجلس المدينة أو الوحدة المحلية في القرى ومشابع بتبعى أغلبها مشاكل فيها الارتفاعات والبروزات والبلكونة أزيد من القانون أو منص عليه القانون لا البرج أزيد من منص عليه القانون ارتفاع البيت المفروض أنا محدد لي كام وارتفاعه كام طب ارتفاعه ده بنان على إيه مشتق من مادة بتقول إيه كل ده هنأخذه وهنعرفه وعندي كمان المساحات عندي حاجة اسمها الارتدادات فلازم أكون عارف إمتى بعمل ارتداد في العمارة على ارتفاع كام أو البيت بتاعي وإمتى مسموح لي أن الارتداد ده بيزيد أو يقل كل دي مسائل بتبقى أو حاجات بتبقى موجودة عندي في المادة بتاعتي وبالذات بتكون موجودة أكتر بشكل أوضح وبيتم عمل أصبط عليها في أعمال الامتحانات أكمل أو ما هو المقصود بحد الطريق أو خط التنظيم أو ما شابه أو ما هو مثلا أو يديني مسألة ويقول لي احسب الارتفاع الخاص بهذا المبنى بناء على عرض الشارع لازم أكون عارف القوانين المنظمة لكل هذه الأعمال طبعا ده شق كبير جدا في الكتاب المدرسي إن شاء الله بإذن الله معنا وفي قناتنا وبرنامجنا الجميل في بيتنا مدرسة إن شاء الله بإذن الله نحاول نلخص الموضوع بشكل مبسط وأيسر وسهل تابعونا خليكم معنا نجاهز وراء وقلم ونكتب الاقتصارات وهنتعرض لي مجموعة من المسائل والقوانين إن شاء الله بعد جزء التعريفات يبقى عندنا المادة بتاعتنا أو اليوم بتاعنا أو الحصة بتاعتنا النهاردة هتوبها مقسومة لشقين شق تعريفات وشق حسابات شق الحسابات مشتق من القوانين والتشريعات اللي ندرسها إن شاء الله مع بعض بإذن الله في مادة التكنولوجيا نروح مع بعض كده ونشوف السلايد بتاعنا بيقول إيه ونبدأ أولى شغلنا بيقول لي هنا تعريفات مهمة أول تعريف وطبعا زي ما قلت هنركز عشان بعد كده ده ممكن بيجيلي فيه صورة أكمل أو صح وخطأ حاجة اسمها الكسافة البنائية بيقول لي إيه بقى هي النسبة ما بين جملة مسطحات جميع أدوار المباني ومساحة قطعة الأرض المقام بها المبنى يعني إيه الكسافة البنائية بقى ونوضحها ونعمل إثبت كده كل حاجة أو تعريف هيقابلنا فيه مشكلة أو محتاج توضيح هنقف عنده دي أو نوضحه مع بعض الكسافة البنائية دي بيقول لي هي النسبة ما بين إجمالي إجمالي مسطحات الأدوار المقامة على قطعة أرض إيه النسبة دي بجمعها مع بعض لو أنا عندي بيت أو عمارة وليكن مثلا خمس أدوار مساحة كل دور مثلا لو نقول مبني على ميت مت يبقى أنا بجمع الخمس أدوار واضربهم في مساحة الدور الواحد دي بيكون خمسة في مية بخمسمية النسبة بقى ما بين الخمسمية ونسبة الأرض المقامة عليها المبنى نفسه يبقى دي اسمها الكسافة البنائية تاني يبقى الكسافة البنائية هي النسبة ما بين إجمالي مسطحات الأدوار والأرض المقامة عليها المبنى ده الاختصار بتاع الكسافة البنائية ممكن أجيبها لك في صورة صحة وخطأ ضع علامة صحة أمام العبارة الصحية وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ المقصود بالكسافة البنائية هي النسبة ما بين إجمالي مسطحة دور الأرض فقط ومساحة الأرض المبنى عليها المبنى يبقى في الحالة دي الإجابة هي خطأ لا هي إجمالي مسطحات الأدوار المقامة أو ما بين النسبة ما بين إجمالي مسطحات الأدوار والأرض المقامة عليها أو قطعة الأرض المقامة عليها المبنى طيب نكمل اللي بعدها بيقول لي الطريق العام هو الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة للدولة والمخصصة أو المخصص للمرور العام ويستعمله الأفراد للوصول إلى مساكنهم أو مجال أعمالهم يبقى الطريق العام وطبعا كلنا بنمر منه وعارفينه لإني بعد كده هتقول لي هو ده محتاج توضيح يا مستر هقول لك آه عشان أنا في بعض المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا حتى اليومية يقول لي لا ده طريق خاص أو ده مدخل خاص لا ده طريق عام طب نروح نجيبه من على الخريطة نرجع في الآخر نعرف يبقى محتاجين نتأكد ونفهم الفرق ما بين الطريق العام والطريق الخاص وبيقول لي الطريق العام هو الحيز أو الأرض الفضاء مملوكة المين للدولة ده الشرط هي مش بتاعت حد مهيش ملك الحد مش جار وجار اتفقوا هم الاتنين يسيبوا كل واحد متر أو مترين ويعملوا مدخل خاص يبقى ده اسمه طريق عام مملوكة للدولة والمخصصة هي أصلا الدولة أنشأتها للمرور العام ويستعمله الأفراد للوصول إلى مساكنهم ومجال الأعمالهم تمام كده نشوف اللي بعدها هو جي النقيد التاني الطريق الخاص هو الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة المين هنا بها للأفراد وليس للدولة والذي يعده أو يجاهزه أو يتنازل عنه أو بيكون هو جار مع جار وهم الاتنين متفقين مع بعضه أنه كل واحد منهم هيسيب جزء وبعد كده الجزء ده أو الطريق ده على بعضه بيبقى خاص بهم هما الاتنين بيقول لك إيه بها والذي يعده شخص أو عدة أشخاص للوصول إلى مبانيهم ويكون أحد هذه المباني على الأقل لا يتصل بالطريق العام طيب محتاجين نوضحه بيقول للطريق العام ده طريق مملوك للدولة قطعة أرض فضية مملوكة للدولة والهدف منه أو الدولة خصاصيته عشان الناس تروح لمصالحها وتوصل لأماكن عملها تمام كده طيب الطريق الخاص بها الطريق الخاص دايما عشان دايما شكل بتحصل كتير جدا وبنواجهها في حياتنا بيحصل الخلاف وخاصة في الأجيال ما سابق يعني قبل كنا بيكونش هو وثق الحاجة دي أو وثق الطريق ده ما بينه وبين جاره هم الاتنين أنا وجاري وليكن ملناش مثلا بيتين أو ثلاث بيوت فيهم بيت منهم ومش وصل للطريق العام للطريق الرئيسي فهيعمل ايه الطريق الرئيسي هيتطر انه هو يعمل حد يعمل انا هيسيب مترين وهو هيسيب مترين وهنعمل حاجة اسمها طريق خاص هيخدمنا احنا الاتنين مع بعض ده كان خاص بالطريق الخاص طيب نشوف مع بعض كده نكمل الشرح بتاعتنا عندي حاجة اسمها حد الطريق حد الطريق هو الخط الذي يحدده عرض الطريق عاما كان او خاص تمام كده يبقى حد الطريق ده بيعمل ايه عندي بيحدد عرض الطريق سواء كان عام او خاص ايه هو حد الطريق ده بقى حد الطريق لما ده بلاقيه فينا يا شباب بلاقيه دايما فيه الخرائط لو تفتكر معايا عشان احنا قلنا دروسنا فيه قناتنا وبرنامجنا في بيتنا مدرسة مبنية على بعضها وكل مادة بتخدم على المادة السابقة لها او المادة الاخرى فاحنا قلنا فيه المساحة ان عندي حاجة اسمها في الخرائط اسمها خرائط الكيدسترال ده خرائط التفصيلية خرائط التفصيلية دي هي اللي فيها هيبان عندي حد الطريق تمام كده حد الطريق ده بيفصل ما بين الخاص والعام وبيكون موجود عشان انا عارف ان الطريق ده طريق خاص او طريق عام والحد بتاعه فين بدايته فين ونهايته فين طيب نرجع نكمل بيقول لي ايه هنا خط التنظيم خلي بالك عشان انا عندي فيه الشريحة اللي فاتت لو بصينا كده كان بيقول لي ايه اهو حد الطريق ده له تعريف وقلنا ان هو بيحدد عرض الطريق سواء عاما او ايه خاص هيجي بعد كده يقول لي خط التنظيم ايه بقى خط التنظيم هو الخط المعتمد معتمد يعني يعني من جهة حكومية والذي يحدد الطريق ويفصل بين الملك الخاص والمنفع الايه العامة يبقى خط التنظيم ده هو هو الخط الفاصل او الفيصل ما بين الملك الخاص والمنفع الايه العامة طب خط التنظيم ده من اللي بيحطه او من اللي بيحدده ومن اللي بيجاهزه طبعا التنمية المحلية او مجلس المدينة بيكون معتمد وموجود لازم يكون معتمد فيه خريطة عشان هقدر افصل ما بين قطعة الارض دي ملك خاص ولا منفعة عام طيب خلاص كده عرفت خط التنظيم بعد كده محور الطريق ومن اسمه محور يعني منتصف والطريق الطريق احنا عارفينه يعني هيكون حاجة في منتصف طريق وبيقول لي هو مصار الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق تمام كده اللي بعده جزء التعريفات عندنا كبير جدا هنا بيقول لي الغرفة المعدة للسكن هو فيه فرق ما بين الغرف والصلاة اه لان احنا بنسمي كله غرفة لكن انا لما اشوف القانون القانون بيخطبها ازاي او بيقولها ازاي او هي مذكورة في القانون ازاي فلازم اكون عارفة المقصود بالغرفة في القانون بتاعنا هي الغرفة التي تكون مهيئة للمعيش والاقامة فيها ولكن عدمين الصلاة يبقى الصالة في القانون بتاعي او على الخريطة لما اجي اتكلم عنها واجي اول او اجي ارسم هي ما هيش غرفة يبقى كل ما هو غرفة هو الغرف المعدة للايه للإقامة أو المعيش كل الغرف تمام كده معدنين الصالة لأن الصالة ده هيجي لها تعريف بعد كده أو هتدخل فيه جزء تاني من أجزاء القانون بتاعنا وهتوضحها طيب هنا ده كانت الغرفة المعدة للسكن مرفق البناء بقى المبنى نفسه على بعضه كده هو بيقول ليه بيقول لي أي غرفة مهيئة للمعيشة أو الإقامة وتستعمل في أوقات خلي بالك بقى متقطعة مثل المطبخ المرافق بتاعت المبنى أوقات متقطعة مثل المطبخ أو الحمام والمرحاض وتعتبر الصالة خلي بالك بقى هنا هو في حكم مرفق البناء نوضحها دي مرفق البناء بيقول لك إن هي الأجزاء أو الأماكن اللي بتستخدم في أوقات متقطعة يعني منتاش مقيم فيها أغلب الوقت تمام كده وبيقول لي هنا في القانون إيه هي الحمام أو المرحاض أو المطبخ لأننا بخش وأخرج وخش وأخرج واعتبر هنا القانون إن الصالة من ضمن مرافق من البناء إنك إنت برضه في أغلب الوقت متنقل ما بين الصالة وبين باقي الغرف أو باقي مثلا الحمام أو المطبخ بتروح الحمام بعدين ترجع الصالة توحي المطبخ ترجع الصالة توحي الغرفة النوم وترجع بتنزل شوية ترجع على الصالة يعني هي في عدد القانون بتاعنا أو في القانون بتاعنا هي من ضمن مرفق اللي هي مرافق اللي هي البناء غير غرف المعيشة تمام كده اللي احنا تكلمنا عليها من شوي طيب نرجع تاني كده مرفق البناء خلاص تابع تعريفات بيقول لي الفناء هو فراغ متصل بالفضاء الخارجي من أعلى مخصص للإنارة والتهوية لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء ويمتد من أسفله إلى أعلى دون أي عائق بخلاف البروزات المسموح بها عليه الفناء اللي هو احنا شباب بنسميه كده بالبلدي أو بالاسم المدرك بتاعنا المنور تمام كده المنور أو الفناء ده لازم يكون مفتوح من أحد جوانبه خلاص ممكن يكون من الفناء الخارجي زي ما حنشوف هيجي بعد كده فناء داخلي يكون متصل من أحد جوانبه ومن أعلى أو الفناء بمعنى أدق وأعم وأشمل زي ما هو بقول دلوقتي إنه مساحة متروكة أو تم تصميمها مخصوص عشان تعمل عندي عملية تهوية وإضاءة للغرف اللي هي ما بتكونش موجودة على الطريق تمام كده نوضحها مع بعض يعني أنا دلوقتي لو أنا عندي كده نوضح الفناء لأن طبعا إحنا عندنا عدد كبير من الأفنية هتلاقي عندي فناء داخلي وفناء خارجي وهتلاقي عندي الفناء المفتوح فلازم أكون عارف الفرق ما بين الأفنية التلات طيب لو أنا عندي هنقول لو أنا عندي تفصيلة كده عندي مثلا هنقول كده مثلا وليكن ده كده غرفة وعندي هنا مثلا كده هنقول هنا كده غرفة وعندي هنا فيه نجار كويس؟ الغرفة دي هنا هنقول هنا شارع الغرفة دي هتنور من هنا تمام؟ هيبقى فيها شباك هنا هون في التصميم بتاعها وأنا بصمم فهعمل حسابها هتبقى هنا النحية دي وعندي غرفة هنا النحية دي أو عندي هناك فيه كمان تشارع طب دي لو أنا عملت غرفة هنا هتنور من الشارع ده طب الغرفة دي هتنور منين؟ يبقى أنا هنا محتاج أعمل حاجة اسمها ايه؟ منور ليه؟ عشان التهوية والإضاءة وإحنا بنسميها فناء يعني الاسم الرسم بتاعها أو القانون بتاعها في القانون اسمه فناء ولكن في المدرك بتاعنا منور يبقى أنا محتاج أن أنا هعمل لها منور وليكن بالشكل ده كده يبقى أنا هنا ده أبص لو خدت بالك أنه مقفول من هنا ومقفول من هنا ومقفول من هنا ومقفول من هنا مفتوح منين؟ من السقف بتاعه عشان يدخل إضاءة وتهوية للغرفة دي ممكن بعد كده أن أنا كمان أستغل لوجود المنور في المنطقة دي وافتح من الناحية دي شباك كمان للغرفة دي وشباك للغرفة دي يبقى المنور وإن أكد تاني الفناء أو المنور بيكون مفتوح من أحد أجزاؤه وده مكان مخصص طبعاً بتكون نسبته صغيرة جداً طبعاً بالنسبة لي المبنى ولو قانون بينظمه على حسب الغرف اللي هتطل عليه يعني العملية مش مفتوحة كده أو متروكة لا دي احنا هنشوف دلوقتي مساحة المنور دي محددة على حسب حجم الغرف اللي هتفتح أو هيتم فتح الشبابيك على المنور دي خلاص هي غرفة أو مساحة مخصوصة أو مخصصة لعمل تهوية وإضاءة لي باقي الغرف في حالة عدم وصول الغرف إلى التهوية تمام؟ وبتكون مفتوحة من أحد أطلعها طبعاً في القانون أو في الفناء أو في التعليم أو في المجمل بتاعها أو الاسم العام بتاعها بتكون مفتوحة من السقف اللي هو الفناء الرئيسي اللي موجود عندي بعد كده هندخل فيه أنواع الأفنية وهي هنشوف إن فيه ممكن فناء خارجي وفناء داخلي وهنشوف مع بعض الحالات دي طيب نشوف كده الفناء الخارجي هو جيه بيقول لي وهي عبارة أو وهو عبارة عن فراغ متصل بالفضاء الخارجي من أعلى خلي بالك بقى من أعلى يبقى زي الفناء اللي أنا قلته من شوية ولكن أو ومن أحد جوانبه على الأقل على حد الطريق العام يبقى الفناء الخارجي بيكون مفتوح منين مفتوح من أعلى ومفتوح من أحد جوانبه ولازم الجانب داي يكون على حد الطريق العام ونشوفه مع بعض على الرسم بتاعنا يعني لو أنا عندي تفصيلة كده أهو لازم أخلي دي وأخلي وراعي مقطة زي كده لو أنا عندي هنا شارع تمام؟ أهو وهعمل هنا المبنى بتاع الفناء الخارجي ده هو بيكون عامل إزاي يا شباب عشان أنا ممكن أجيبه لك في الرسم افرض أنا جبت لك في الرسم ومقولت لك أذكر المقصود بهذا الشكل تمام؟ أو وضع على الرسم مساحة المانور ده أو اسم المانور ده إيه تمام؟ أو الفناء ده إيه فكون عارف إن الفناء الخارجي بيكون مفتوح من أعلى ومن أحد جوانبه ولكن شرط في القانون إن الجنب نهو اللي أنا هقول عليه الجنب الخارجي ده لازم يكون مفتوح على مين؟ على حد الطريق العام أو على الشارع العام فبيبقى المانور بتاعنا هيبقى عامل كده كويس؟ أهو شوف خلي بالك بقى هو مفتوح من هنا بيطل على الشارع ومفتوح من أعلى وطبعا الغرف أين كانت بقى تصميم الغرف هيبقى إزاي؟ وليكن كده مثلا هتبقى عندي الغرف فتحة فين؟ على المانور ده يبقى ده شباكه من هنا ده شباكه من هنا طب هو كده كده على الشارع آه طب غرفة زي دي أنا محتاج أعمل لها هنا ليه؟ عشان أقدر إن أنا أهويها لإن أهويها ونورها لإن هي ما هيش وصلة ليه الشارع طب غرفة زي دي ليه إن أنا محتاج أعمل زي كده مثلا أو أفتح لها على المانور آه ممكن ممكن ده وليكن لو ده شارع جانيبي مثلا ما هو الشارع رئيسي تمام كده؟ محتاج إن أنا أعمل ده إحنا بنسميها أو بيطلق عليها جيب الجيب ده بيتم عملية لو ده حمام مثلا أو مطبخ بيتم عملية الصرف عليه ومنه هو يرمي على الشارع عشان المظهر الجمالي بتاعي ما يكونش على الوجهة على طول الصرف بتاعي يكون طالع على إيه؟ الوجهة فساعات بيلجأ المصمم إنه هو يعمل حاجة زي كده منور زي كده خارجي عشان يجمع منه يهوي وينور الأجزاء اللي ما هيش وصلة ليه الشارع بتاعي وفي نفس الوقت يتم عملية الصرف عليه حفاظا على المظهر العام رغم خلي بالك رغم إنه ممكن يكون الحمام أو المرحاض أو المطبخ واقع على الشارع يعني أقدر يهويه ونوره من الشارع ولكن عملية الصرف بتاعته المواسير وما شابه بصرفها فين على المنور ده حفاظا على الوجهة بتاعي طيب نرجع بقى كده ده الفناء الخارجي قلناه عرفناه وشفناه بالراس طيب بعد كده بيقول لي على النقيض عندي حاجة اسمها الفناء الداخلي وهو عبارة عن فراغ متصل بالفضاء الخارجي من أعلى هو برضو متصل خلي بالك هنا إن الكلمة اللي اتفق عليها جميع أنواع الأفنية أو المناور إنه كلها مفتوحة منين من أعلى ولكن هنا بيقول لي ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو من بعضها والبعض الآخر على حد الملكي تمام كده ده الفناء الداخلي هو نفس ده بالظبط ولكن نبص كده مع بعض لو أنا هو كده بصمم ده قطعة المبنى الأرض بتاعتي كلها على بعضها أو المبنى بتاعي ومحتاج هو هنا شارع خلاص بس هنا بقى أنا مفتحتوش زي ده ده كان فناء خارجي كان الجنب ده مفتوح مش موجود كويس فكان مفتوح من فوق ومفتوح من الجنب ده لذلك هو سميه ايه فناء خارجي أما الفناء الداخلي بيكون مفتوح من أعلى ويكون محاط من جميع الاتجاهات بص كده رغم أنه على شارع إلا أنه هنا هيبقى استخدامه الأكتر له هيكون في عملية عملية الصرف لو أنا عندي هنا ده حمام مثلا أو مطبق أو مشابه يبقى المواسير بتاعتي هيتم صرفها هنا ومنه خلي بالك على برة ولكن مع الحفاظ على مين على الوجهة بتاعتي الوجهة كلها كده مفيش مواسير هتمشي عليها وبالتالي عملية الصرف كلها هتم على المنور النون الداخلي وفي الحالة التانية لما كنا أهو لما قلنا لو إحنا نرسم الشكل التاني اللي كان قبل كده قلتلك لو أنا عندي هنا غرفة وليكن كده وعندي هنا غرفة أهو كده مثلا الغرفة دي محتاج أن أنا أنورها ومحتاج أن أنا في نفس القصة أو نفس الوقت أهويها وبرضو لو هي حمام أو مطبخ محتاج أعمل لها عملية إيه لو دغم حمام أو مطبخ افرض أن قطعة الأرض فرضت عليها أن هي تكون الحمام أو المطبخ في القطعة دي في الجزئية دي فأنا محتاج طبعا أطلع الصرف بتاعت طبعا أطلع الصرف أجمعه فين عشان أطلعه بعد كده على الوجهة بتاعت فبعمل لها حاجة اسمها منور إيه منور داخلي بص كده مبنى وده باية المبنى هو ومن هنا المبنى وده مين حد الشارع حد الطريق اللي هو بيقول عليه الطريق الرئيسي بتاعه ده الحد بتاعه يبقى أنا هنا ده اسمه منور داخلي بصرف فينى ومنه على برة على الشارع بتاعه طيب كده خلاص عرفت الفرق ما بين الفناء بشكل عام بعد كده الفناء الداخلي بعد كده الفناء الخارجي بيقول لي هنا ايه الفناء المشترك هو فراغ يدخل ضمن أكثر من ملكية متجورة يعني ايه بقى يا شباب ده بقى فراغ بيدخل ضمن أكثر من ملكية متجورة ساعات في أغلب العمارات كده لو انت شفت فيه العمارات السكنية اللي بتتم دلوقتي بتلاقي منور ما بين عمرتين او ما بين ثلاث بيعمل طبعا وده بيكون له قانون بينظمه المساحة بتاعته زي ما قلتلك نحن هنشوفها ان شاء الله مع بعض في اللي جاي بعد كده في الشريح اللي جاية ان المنور ده له مساحة بيتم حسابها بناء او تركها ترك المساحة دي في الاول في التصميم بناء على الغرف اللي هيتم ايه فتحها على المنور ده وتهويته تمام او الغرف والمباني اللي مطلوب تهويته من المنور ده خلاص بيحدد المساحة بتاعته فممكن المنور المشترك ده او الفناء المشترك ده بيكون ما بين بيقع ما بين اكثر من حد ملكية يعني ايه بقى يعني عمار ثلاث او اربع عمارات جنب بعض او عمارتين بيتفى المصمم او المالك هنا او المالك هنا مع بعض تمام كنا انه هو يترك منور ويسيبوا منور هما الاتنين مع بعض مساحة المنور عشان يهوي مين يهوي العمارتين والمصمم هنا بيكون طبعا اكثر دقة عشان بيجمع الحمامات والمطابخ او ما شابه خلاص كده بتكون على الجانب اللي هيكون فيه المنور من العمارة دي والحمامات والمطابخ اللي هتطل برضو على المنور في العمارة التانية بحيث انه يقدر يحقق الفايدة اللي تم ترك المساحة ايه عشانها او من اجلها يعني تمام كده فلازم تكون العملية واضحة ومحددة يبقى انا كده عارفت عندي كم نوع كده يا شباب من الافنية لاني طبعا اغلب ابناء الطلبة بيسألوني او بيحصل ما بينهم لابس فيه عندهم لابس فيه عملية التفريق ما بين الافنية عندي تعريف للفناء بشكل عام قلت خلاص هو قطع مخصصة للتهوية والاضاءة بيكون مفتحة من اعلى خلاص كده ده التعريف اللي هو الايه بتاع الفناء طيب بعد كده بينشق الفناء ده لمجموعة من الانواع على حسب طبعا طبيعة استخدام المبنى المعد من خلاله فعندي مثلا يكون فيه فناء داخلي وفيه عندي فناء خارجي وعندي فناء مشترك لابا كده انا عرفت ان انا عندي تلات انواع من الافنية موجودة تحت ايه او مشتقة من الفناء بينظمهم او بينظم استخدامهم قانون البناء القانون البناء الجزء الخاص بيئة الاعمال الصحية اللي هو قانون 144 لسنة 2009 طيب نشوف مع بعض هنا الحائط البنائي هو سطح الحائط قبل تغطيته بالبياض وده طبعا كلنا عارفينه المباني الحائط المباني بتاعنا العادي الشرفة لان طبعا في اغلب لي انا بعرفك الكلام ده عشان انت ممكن تمسك مخطط في يوم من الايام او خريطة او رسمة زي ما احنا بنقول ويتكتب لك فيها او المصمم يكون كاتب لك كلمة شرفة فما انتش تبقى عارف شرفة دي المقصوب بها ايه فتبقى عارف الشرفة اللي هي البرندة او البلكون اسمها الهندسي الشرف او في القانون الشرف عندي حاجة اصول الرسومات تعريف يعني هي النسخ او النسخ المطبوعة التي يوقع عليها المهندس المصمم عشان لما يجي المهندس يقول لك او مهندس التنفيذي او الاستشاري يقول لك هاتلي اصل الرسم فتبقى عارف انه اصل الرسمة او اصل التصميم اللي هي النسخ المطبوعة اللي موقع عليها وموظمين المهندس المصمم طيب عندي حاجة هنا اسمها الارتداد او الدخل بيقول لي ايه بقى في التعريف هو الفراغ المتصل بالفضاء افوا بالفضاء الخارجي من اعلى وبالفناء او الطريق من احد جوانبه تمام نرجع تاني يبقى الارتداد هو الفراغ المتصل بالفضاء الخارجي خلي بالك ده عامل بالضبط يعني حاجة نسخة من الفناء اللي هون الداخلي لو هنشوفه دلوقت بالفضاء الخارجي من اعلى يبقى هو متصل بالفضاء من اعلى مفتوح من اعلى وبالفناء او الطريق من احد جوانبه وتفتع عليه فتحات التهوية او الانارة للغرف ومرافق البناء التي لا يتيسر يصلها مباشرة بالفناء او الايه الطريق تمام كده ده بالضبط عامل زي الفناء الداخلي اللي اتكلمنا عليها شباب الارتداد او الداخلة بيبقى لها وظيفتين الوظيفة الاولانية هي شبه بالضبط كده الفناء الداخلي بتلاقي كده في بعض العمارات تلاقي فيه جزء داخل كده في التصميم في الواجهة بتاعتها طبعا مش على الواجهة الامامية في الواجهة الجنبية او الخلفية بتاعتها بتلاقي حاجة جزء داخل لجوه الجزء اللي داخل لجوه ده بيستخدم له حالتين زي ما قلت في الفناء الداخل اما في عملية التهوية وعملية الاضاءة تمام كده باستخدامه عشان يهوي وكذا او الاستخدام التاني ان انا بكمع عليه اعمال الصرف بتاعتي المواسير الصرف اللي نازلة من الحمامات وخارجة من الحمامات والمطابخ في العمارة بتاعتي ومن الارتداد ده او الداخل دي اخد منها وطبعا بيكون موجود فيه اسفلها من تحت غرفة تفتيش كل المواسير بتجمع فيها الغرفة بتاعت اللي موجودة فيه الداخل دي ومن الغرفة بيرمي على الخط الرئيس بيبقى هي بالضبط زيها زي الفناء النهون الداخلي وده بتطبعا بتستخدم في حالة انما يكون عندي غرفة او حمام او مطبخ او ما شابه مانيش قادر اوصله او مش هيطل على الشارع بتاعي وبالتالي مش هيحدث له عملية تهوية واضاءة كافية وبالتالي فانا بحتاج او بعمل الجزء اللي هو الجزء اسمه بنول عليه ارتداد او دخل تمام كده نكمل مع بعض الكرنيش طبعا الكرنيش هندخل بقى دي في الحليات بيقولك هي احد عناصر او هو عنصر زخرفي يبرز عن الحائط الكرنيش تمام كده حاجة بتكون برزة عن الحائط بتاعي ونستخدينه ودي طبعا كلنا عارفينها بتستخدم فيه الاعمال الزخرفية طب السلم الرئيسي وعندي فرق ما بين السلم ما كلها سلالم يا مستر لا طبعا في عندي سلم للطوارق سلم رئيسي سلم فرعي هنشوف اللانواع لان كل واحد منهم له تصميم فيه التصميم بتاعي ولو قانون بيحكمه حسب التعريف بتاعه فهو بيقول هو السلم الاساسي للمبنى اللي هو الرئيسي المستخدم للتوصيل او لتوصيل الى جميع ادوار المبنى يبقى السلم الرئيسي ده سلم بيستخدم في الاستخدام الرئيسي بتاعه انه يوصلني لجميع ادوار المبنى هو فيه حاجة غير كده يا مستر او ساعات بيكون عندي حاجة فيه اشواء اللي هي دورين مفتوحة على بعض كده زي ما بنقول بالبلدي او الاسم الهندسي بتاعها اللي هو الدوبليكس فانا باضطر ان انا بعمل سلم ايه داخلي ده هيوصل لفين السلم الداخلي ده اللي هو الدوبليكس ده هيوصلني لفين للدور اللي فوق بس تمام كده يعني بيجي المصمم بيكون عايز يعمل او يخلق فراغ اكبر فبيحط غرف النوم في التصميم اثناء عملية التصميم بتاعته بيعمل حسابه ان غرف النوم كلها مع الحمامات الخاصة بالنوم طبعا بتكون موجودة فين في الدور اللي فوق اللي هو الدوبليكس اما المعيشة المطبخ والصالة والاستقبال بيكونوا موجودين في الدور اللي هو تحت طبعا وكده يبقى الدورين دول مفتاحين على بعض طب هما متوصلين على بعض بسلم السلم ده اسمه سلم ايه سلم داخلي هل ده يختلف عن السلم الرئيسي اه لان السلم الرئيسي هيكون موجود بقى برا السلم ده بيوصل لجميع الأدوار بما فيهم الضور اللي هو الدوبليكس ولكن من الخارج تمام كنا يبقى السلم الرئيسي هو السلم الذي يصل إلى جميع أدوار المبنى يبقى أنا كده عرفت أو قدرت أفرق ما بين السلم الرئيسي والسلم الداخلي ونشوف باي الأنواع السلم السنوي هو السلم الإضافي في المبنى أو في مبنى به سلم رئيسي يعني هو كده كده لازم السلم الرئيسي ده يكون موجود في المبنى مين اللي ممكن يكون موجود او مش موجود اللي هو السلم اللي ايه السانوي خلاص ويستخدم للتوصيل الى جميع برضو الادوار ده سلم احنا بنسميه في الشركات او في الاماكن الحكومية اللي هو السلم اللي ايه الطوارئ لما يحصل عندي مشكلة لقدر الله او ما شابه عشان الناس ما يحدثش عندهم تكدس وده موجود فيه تعليمات الامن الصناعي بيكون لما يكون فيه حادث لقدر الله ما يحدثش عندي عملية تكدس عند الهروب من السلم الرئيسي وبالتالي الناس بتستخدم السلم اللي ايه السانوي او سلم الطوارئ عند حاجة تانية اسمها السلم الخارجي المكشوف بيقول لي هو السلم غير المغطى ما هوش مغطى تمام كده من اعلى يعني انا ما بعملش حاجة احنا في الاسم الدارج عندنا حاجة اسمها الشخشيخ صح كده بيجي خلاص وخلص السلم خلص الادوار بتاعته عنده مثلا القانون بتاعه بيحكمه انه يعمل دور ارضي وخمس ادوار خلص خلاص وانتهى من الادوار بتاعته فبيجي على الدور الاخير بيعمل غرفة صغيرة كده احنا او الاسم الدارج بتاعها ما احنا زي ما اتفقنا لازم تكون فاهم لغة السوق وما يتم او ما يستخدم من الفاظ في لغة السوق مع الاستخدام العلمي بتاعه تمام كده بره الوضة دي او الغرفة دي بنسميها غرفة ايه او بيطلقوا عليها حاجة اسمها الشخشيخة هي كده بتستخدم بتكون حوائط خرصانية وبصب السقف بتاعه ده في حالة السلم اللي هو ما يكون شي متغطي ليه عشان عملية المطر بتاع اصناع عملية الشتاء المطر ده ما ينزلش على الايه على السلالم بتاعتي ويكون له اثر سيء في استخدامه تمام كده فبيعمل حاجة اللي هي اسمها الشخشيخة دي بتكون حوائط من الخرصانة وتكون في اخر دور خالص من المباني والسقف خرصانة بتكون على اخر خلاص معادش هيستخدم تاني سلم واذا استخدم طب هو هيوصل لسقف الشخشيخة ده عشان يصرف المطر او هيستخدم ايه بيستخدم سلم نقالي حديد بنشوفه دايما في المباني الحكومية تمام نرجع بقى للسلم الخارجي المكشوف بتاعنا هو السلم غير المغطى من اعلى ما يكونش متغطي والمكشوف من جانب واحد او اكثر السلم ده بنشوفه دايما في المصالح الحكومية او الجهات الحكومية الرسمية بيكون مكشوف من احد جوانبه من القلبة لو هو عندي قلبتين تسلم قلبتين واحدة طلعوا واحدة نزلة دايما بتلاقي جانب منه من جناب السلم ده مكشوف وطبعا من اعلى يعني بيبقى عامل شبع بالزبط عامل شبع الفناء الخارجي بيكون مكشوف من اعلى ومكشوف من احد جوانبه نشوف بقى بيقول لي قانون البناء تحدد اللياحة التنفيذية لقانون البناء رقم 144 لسنة 2009 يبقى القانون دهو بينظم عندي مجموعة من القوانين فبيقول لي ايه الارتفاع الكل لوجهة المبنى او البناء لا يتجاوز مرة ونصف عرض الشارع بحد اقصى 30 مت ويقاصل ارتفاع المشرق اليه من منتصف الوجهة مقاصا من منسوب سطح الرصيف ان وجد وقال وإلا فمن منسوب محور الطريق تمام كنائز لم يوجد رصيف طيب بيقول لي هنا يبقى القانون نوضح الجزئية ده ونعمل عليها ثبوت كده عشان الجزئية ده بالذات بتعمل عندنا مشاكل واغلب اللي ما يعرفش ما انا قلتلك المادة بتاعتنا او التكنولوجيا فيها شق حيوي جدا اللي هو شق القوانين انت هتستخدمه حتى في حياتك العملية واليومية وتكون عارف او ملم به وان كنت مش هتستخدمه في مجال الدراسة او انت هتفكر ان انت هتستخدمه على قد الدراسة فقط طبعا ده يعني هيكون تفكير خاطئ لان ده هتستخدمه فيه ما بعد هتكون محتاج له فبالقانون لو انا بيقول لي بقول لي ان ارتفاع المبنى البيت لما تيجي وانت بتبني تبقى عارف ان ارتفاع البيت بتاع حقك القانوني حسب ما بينظمه قانون 144 لسنة 2009 بيقول لك ان ارتفاع المبنى مرة ونص من عرض الشارع تمام تاني طب مرة ونص من عرض الشارع وسبها لك مفتوحة كده لا نقول تاني ارتفاع المبنى ارتفاع المبنى خلي بالك عشان ده ممكن اجي بالك في صورة اكمل في الامتحان تيجي اكمل وبتيجي او في صحة وغلط تمام كده ارتفاع المبنى المطل على شارع عرضه مثلا 800 1500 صح ولا غلط تمام كده طبعا تبقى لجابة غلط لان الارتفاع بمبنى القانون بيقول لارتفاع المبنى مرة ونص من عرض الشارع بيتك او انت بتبني بيت لك فتبقى عارف ان القانون بيقول لك انك انت قانوني ورسمي لك مرة ونص من عرض الشارع ولكن خلي بالك هو ما سبقاش مفتوحة ليه مستر لان انا ممكن اغلب اشوف او انا اقابل في شغلي ان الاقي الشوارع عندي مثلا حتى بيطلقوا عليها يقولك شارع الستين شارع التلاتين فعندي شارع ستين متر شارع ستين متر والقانون بيقول لك مرة ونص عرض الشارع يبقى الستين متر يبقى الراجل دا له كم المفروض في القانون له يرتفع تسعين متر طب تسعين متر هيرتفع تسعين متر لا هو ما سبقش كده القانون قال لك ايه بما لا يزيد عن تلاتين متر طب الراجل له تسعين متر طب بيطة التلاتين ما بعد التلاتين هيعمل هي هيعمل حاجة اسمها ارتدادات وحنشوفها بعد كده في الصلايط اللي جاي يبقى تاني يبقى انا ارتفاع اي مبنى مطلة على شارع قانون له كام مرة ونص من عرض الشارع بما لا يزيد عن كام تلاتة متر خلي بالك عشان الجزية دي هنجيب فيها امثلة وتمرين هنحلها مع بعض عشان هي بتيجي كمان غير ان هي بتيجي في صورة اكمل لا بيجيب لك كمان سؤال في مسألة يقول لك مثلا وليكن زي ما هنشوف كمان شوية مبنى شارع عرضه وليكن مثلا اربعين متر المطلوب حساب المبنى المطل ايه ارتفاع المبنى المطل عليه وفق القانون طب هو كده بس اه لان فيه عند جزئية بقى تانية بتقول لك ايه خلي بالك بيقول لك انك انت لما تيجي تقسل الارتفاع ده بيكون من منتصف او نص الرصيف ارتفاع الرصيف خلي بالك لان عند الرصيف بتاعي كمان ممكن يكون 20 سنطي بتكون اللي انترلك البردورة بتاعتي اللي بتكون مرتفع عن الشارع لأسفلت بتاع فانا من نصه نص الوجهة نص وجهة البيت من ارتفاع مين من على وش الرصيف بابدأ ايه سي الارتفاع بتاعي يعني هو بيحسب ارتفاع الدور بتاعه بيكون عامل لك او عامل حسابك ان لك كام لك ارتفاع البردورة اللي هو وليكن 30 سنطي او 20 طب ما فيش ارتفاع ما فيش بردورة موجودة او رصيف موجود في الشارع بحسب ارتفاع المبنى من نص الوجهة منتصف الوجهة ولكن منين من منتصف الطريق من منتصف الطريق عرض الطريق من منتصف عرض الطريق بابدأ منه احدد ارتفاع المبنى هيكون كام تمام كده طيب نكمل مع بعض خلاص عرفت القانون ده وعرفت ان ارتفاع المبنى مرة ونص من ايه من عرض الشارع بما لا يتجاوز او لا يزيد بحد اقصى عن 30 متر ويقاصل ارتفاع المشارئ من منتصف الوجهة مقاصل من منصوب سطح الرصيف ان وجد طب لانا ما عندش رصيف بقسم منين بقول لي من محور الطريق اذا لم يوجد ايه رصيف طب نشوف المادة اللي بعدها بقول لي ايه يكون الحد الادنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق اللي هو الدور يعني الواحد مقاصل من السطح النهائي للارضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الادوار 2 متر وسبعين ويجوز ان يقل الارتفاع المذكور الى 2 متر وثلاثين بالنسبة ليه المداخل والطرقات الداخلية هنا يقصده شباب يقصد يقول لي ان ارتفاع الطابق اللي هو الدور خلينا نتفق مع بعض ويكون عارف اللغة اللي بيخطبك بها القانون الطابق اللي هو الدور بيقول لي ارتفاع الدور 2 متر وسبعين بقسم منين من وش البلاط بتاعي الوش النهائي بتاعي تمام فتبقى عارف وانت بتصمم ان ارتفاع الدور بتاعك ما يقلش عن 2 متر وسبعين بتبقى عند تعامل حسابك في طبقات الموجودة فيها الأرضية صحي كده لو أنا عندي مبنى وليكن هبني وليكن مثلا تلت أدوار خلاص التلت أدوار دول أنا ببقى عارف أن كل طبقة رمل ومونة رمل ومونة وبلاط وليكن مثلا عشر سنط فأنا ببقى عارف أن أنا عندي في التلت أدوار هيتخصم مني كام تمام كده سمعك كام تلاتين سنط صحي كده في كل دول عشر سنط بعمل بقى حسابي أن منهم من وش العشر سنط بعد التشطيب البلاط الأرضية المفروض أن الدور عندي ما يقلش عن كام اتنين سبعين طب يقل لي إمتى قالك في حالتين في الطرقات والإيه والحمامات صح كده والمداخل يبقى في المداخل مسموح أن الارتفاع ده يقل لي يوصل لي كام اتنين تلاتين والطرقات صح ليه وبرضو في الحمامات ليه بقى بيحصل معايا الكلام ده لأن أنا في الأجزاء دي محتاج أن أنا بعمل عملية صرف في السقف عشان أعمل صرف مجمع للسقف بتاعه فدائما الصرف المجمع بتاعه ده أغلبه بيكون إما فيه على المداخل تمام كده أو في الطرقات أو في أسقف الحمامات والمطابق بتلاقي من فوق الرجل بتاع السقف أو الفرماجي زي ما بنقول بيكون موطيها شوية عشان بيعمل فيها مصورة الصرف بتاعتي اللي بتجمع المطر عليه خلاص كده يبقى أنا عارفت أن الارتفاع للمبنى بتاعي الغرف بتاعتي أو الطوابق أو الضور بتاعي ما يقلش عن ده قانون رسمي لأننا نجيبه لك في صورة أكمل ارتفاع الطابق لا يقل عن كذا من كذا يبقى ارتفاع الطابق لا يقل عن 72-270 من إيه بقى النقطة الثانية فأكمل من سطح الأرضية أو سطح بلاط الأرضية خلاص كده ومسموح أن يقل في حالة نقط ونقط ونقط يبقى فين في الطرقات والمداخل والحمامات أو المطابق تمام كده يبقى أنا ألميت بالنقطة دي وعرفت ارتفاع الضور بتاعي كام المسموح بيه داخلي من وش البلاط لسطح للسطح أو السقف بتاعي من أسفل بعد كده بروز البلكونات 10% ده قانون طبعا هو بيقول لي بروز البلكونات 10% من عرض الشارع وبحد أقصى متر 25 متر وربع من عرض الشارع أما الأبراج 5% من عرض الشارع طيب نوضح الجزئية دي أنا عندي طريق شارع وليكن مثلا عرضه 600 أو 8 خلي بالك بقى لأن الجزئية دي برضو من أغلب المشاكل اللي الناس بتوع فيها أنا وجاري في التصميم أو الرجل المصمم العادي خالص المقاول ساعات في بعض الأرياف أو مشابه عندنا مثلا في بلدنا بيعمل التصميم بتاعه المقاول هو اللي بيصممه خلاص لما تكون قطعة أرض صغيرة بيصممها وبيبدأ بعد كده يشتغل ما بيجي هو بيشتغل عشان يعمل البلكونات ما بيرعيش نقطة زي كده في القانون بتاعي للمنظمة صح وبالتالي ممكن جاري بيقف لأثناء عملية البناء في جزئية زي كده وبيكون معا الحق طبعا لأن القانون هو المنظم للجزئية دي فكون عارف أن البروز بتاع البلكونات بتاعي وفق القانون القانون اللي هو كام 144 لسنة 2009 بنكل عليه تانا هو بيقول لي أننا قانوني بروز البلكونات بتاعي 10% من عرض الشارع بما لا يزيد خلي بالك بقى ما سبعاش برضو مفتوح بما لا يزيد عن كام متر وربع ده إيه ده البلكونات يبقى أنا لما أجي عندي شارع الشارع ده وليكن عرضه 800 أبقى أنا عارف أن البلكونة بتاعتي أنا ليا 10% من 800 يعني كان بقى 80 صنط من 8 طبعا ده ما بيحدثش حاليا تمام كده الكل بيعملها متر وما بتبقاش إيه معروف بما لا يزيد خلي بالك عن كام عن متر وربع ليه بقى لأن أنا برضو زي ما قلت لك من شوية أنا عندي العمارة بتاعتي أو بيتي بيقع على شارع الشارع ده عرضه وليكن 300 أو مثلا هنقول 600 300 لو أنا 30 متر 10% من عرض الشارع وفق القانون يبقى أنا ليا أعمل بلكونة طولها كام خلي بالك ده كان 300 طول البلكونة دي أو عرض البلكونة دي أسف كام 300 صح كده طبعا مش هينفع أنه نطلع في الشارع 300 عشان أعمل إيه البلكونة بتاعته تبقى بارزة في الشارع 300 طبعا البلكونة عشان أشيلا طبعا محتاج يعمل لها عمدان صح كده على إيه على حرف أو نهاية أو بداية إيه التلاتة متر يبقى أنا كده بعمل أعملها فين في الشارع صح كده لكن هو هنا القانون أو المشرع قال لك لا 10% من عرض الشارع بما لا يزيد عن كام عن متر وربع وده أنا ممكن أجيبها لك فيه أو 1 و 25% ممكن أجيبها لك في صورة أكمل أو صح وغلط أكمل خلي بالك أن كل جزئية هنقولها ممكن بيتيجي عليها سؤال أو نحط لك عليها سؤال أكمل بروز البلكونات المسموح به 5% من عرض الشارع خلي بالك أما بروز الأبراج 10% من عرض الشارع بما لا يزيد عن متر 25% يبقى كله طبعا اللي جابة دي كلها إيه غلط ليه؟ لأن عندي قال لك أن البلكونة متر وربع من عرض الشارع بما لا يزيد عن متر 25% أما الأبراج 5% من عرض الشارع طب إيه البرج بقى؟ إيه الفرق ما بين البرج وبين البلكونة؟ نوضحها كده مع بعض على الرسم أهو نشوف كده لما أكون أنا بصمم هعمل المبنى بتاعي في التصميم بتاعي وليكن لو أنا عندي ده منزل أهو كده خلاص أهو وده الشارع أهو ده الشارع لو أنا جيت هنا عملت بلكونة ووصل لو أنا عندي الغرفة دي وليكن مساحيتها صغيرة وليكن مثلا 2 متر في الأرضي كان معمول حسابها 2 متر فأنا محتاج أن أنا أعمل إيه؟ محتاج أن أنا أعمل توسعة صح؟ هنا القوضة دي وليكن مثلا كبيرة أهو هنقول كده مثلا فمش محتاج أن أنا إيه؟ مش محتاج أن أنا أوسعة دي 2 متر دي 3 متر يبقى أنا هنا محتاج أن أنا أعمل بلكون ما فيش مشكلة أعمل بلكون أهو أصنع عملية التصميم ولكن هنا محتاج أن أنا أعمل إيه؟ بورج فهيجي كده على نهايته كده أهو ويقوم شايل الجدار ده طبعا مش هيعمله في الدور اللي فوق أهو يبقى هنا هو أضاف واحد إيه؟ واحد متر صح كده؟ طيب البرج ده ده اسمه برج إنما دي بلكون طيب البرج ده هو القانون بيقولي 5% من عرض مين؟ الشارع تمام كده؟ يعني لو أنا عندي عرض الشارع ده هنقول كام؟ 10 متر خلاص؟ لو هو 10 متر في البلكون هيبقى متر يبقى أنا مسموح لي بكام؟ بمتر في البرج هيبقى مسموح لي بكام؟ بـ 50 سنط بس تمام كده ده الفرق ما بين البرج وبين البلكونة لأن اسم الداريك برج ممكن يفكر أو الطالب ساعات بيخطأ ويفكر برج اللي هو مجموعة يعني زي العمارة كده مثلا مجموعة أدوار أو ما شابه لا البرج عندي اللي هو البروز عشان بيستخدمه إن أنا أوسع في المساحات بتاعتي وطبعا ده بيبقى موجود فيه الأدوار المتكررة العليا المتكررة تمام كده؟ ما كونش معمول حسابه فيه الدور الأرضي هو بعد كده بيطلع فوق بدل ما يعمل البلكونة بتاعته لا بيستفاد منها وياخدها ايه؟ برج أو بروز زي ما بنسميها بالاسم الداريك بتاعه البرج 5% من عرض الشارع أما البلكونة 10% من عرض الشارع وضربنا مثال وشفناه مع بعض نرجع تاني للقانون بتاعنا مشوف بيقول ايه؟ فكده عرفت الفرق ما بين البروز البرج وبروز البلكونة مثال ده بقى الجزء اللي انا بقولك عليه انك انت هتدخل فيه جزء خاص بالحسابات او ما شاب من خلال دراستك لقانون تنظيم المبان المتعلقة بالاعمال الصحية طيب ايه المطلوب؟ يراد اقامة مبنى مطل على شارع عرض 16 متر يبقى هنا الشارع بتاعي كام العرض يا شباب 16 متر خلي بالك عشان ده المثال ده او الامثلة اللي زي دي من نوع ده بتيجي فيه مادة التكنولوجيا وبقى مطلوب منك انك انت تجاوب عليها غير الجزء اللي هو اكمل او صح وخطأ طيب يقولي على شارع الشارع ده عرضه 16 متر ارتفاع الدور المتكرر 3 متر وكام وعشرين وارتفاع الدور الارضي 400 بين عدد الادوار يعني وضع عدد الادوار التي يمكن بناؤها وكذلك اقصى بروز للبلكونات والابراج على هذا الشارع طيب نشوف مع بعض كده الحال بيقولي ايه بقى بيقولي ان انا عندي نشوف كده نوضحه بالراس عندي شارع الشارع ده عرضه 16 متر شارع عرضه 16 متر اهو الشارع ده 16 متر اهو كده 16 متر وهنا المدنى بتاعي اللي المفروض هيقام على ايه على الشارع ده القانون بتاعي بيقولي ان المدنى ده قانونا ارتفاع الادوار بتاعته عشان ابنيه على الشارع اللي عرضه 16 متر مرة ونص مرة وايه ونص عشان احدد عدد الادوار بس هو ما سبهاش لك مفتوح القانون بيقولك ان الارضي ارتفاع عيني عن ارتفاع الارضي اربعة متر ما يقلش عن اربعة متر ارتفاع اي دور ارضي ما يقلش عن كام عن اربعة متر عشان اقدر بعد كده اعمل ايه ارمي بل اكونات او اعمل اه خروج او بروزات زي ما بنقوله تمام كده يبقى انا الارضي بتاعي اربعة متر وارتفاع المبنى مرة ونص من عرض الشارع عرض الشارع يبقى انا بقولك ارتفاع ارتفاع المبنى يساوي 16 اللي هو مين عرض الشارع في واحد ونص يساوي كام ها يساوي 24 متر يبقى انا البيت او المبنى الواقع على شارع عرضه 16 متر قانوني له كام له 24 متر مرة ونص من عرض الشارع صح كنا طب مرة ونص من عرض الشارع 24 متر هيطلع على 24 متر اسمهم على كام هو هنا حددلك في المسألة وفي المسألة بتاعك قالك ان ارتفاع الدور عين المتكرر يعني الدور المتكرر اللي هيجي بعد الارضي 3 متر وكام وعشرين 3 متر وكام وعشرين طيب والارضي 400 يبقى انا بقولك لو عدد 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 الأدوار عدد الأرض يساوي هعمل ايه عشان اجيبه ومخاصم اللي ارتفاع الدور الأرضي دول انا هشيلهم برا بقى اللي اربعة متر دول هخصمهم من الحسابات بتاعتي خالص ليه دول هيكونوا دور الأرضي هيتفضل عندي كام هيتفضل عندي كام عشرين متر صح كنا من الاربعة وعشرين متر الاربعة وعشرين متر هوا ما اسمهم على كام تلاتة متر وعشرين عشان يديني عدد الأدوار المتكررة تاني نوضح الجزيرة retrou يبقى انا عندي ارتفاع القنون بتاعي بيقول لي ان ارتفاع المبنى مره ونص من عرض الشارع طب انا عرض الشارع عندي narratives 16 متر كويس الشتاشر متر دول تمام كنا هو ما حجبني بيقول لي ان الدور الأرضي بتاعي في القانون 4 متر ما يقلش عن 4 متر انا ضربت 16 في واحد ونص طلعت بقى 24 متر يبقى الرجل ده قانوني قانوني وفق القانون له 24 متر ارتفاع طب الاربعة وعشرين متر دول هو القانون بيقول له في منهم اربعة متر دور ارض يتفضل عنده كام عشان يحدد بيئة الادوار عشرين متر طب العشرين متر دي ارتفاع الدور عندي في المسألة بقى مش في القانون في المسألة بيقول لي تلاتة متر وعشرين اما في القانون انت ممكن تستغل النقطة اللي احنا قلناها من شوية ان ارتفاع ارتفاع المبنى او الدور الداخلي ما يقلش عن اثنين متر وسبعين يبقى انا ساعتها لو انا برا بنفس برا او في الواقع يعني برا خارجي او مقاسم العشرين على اثنين متر وسبعين يديني عدد ايه الادوار زائد الدور من الارض ويخلي بالك ان الكسر بوضحه او بقربه للاعلى تمام كلا يعني انا افرض ان عندي طلع وليكن تلاتة تلات ادوار مثلا وعندي مترين يبقى انا المترين دي اقدر كمان اكملهم لدور اضيف عليهم دور او اضيف متر او سبعين فيعمل عندي كمان ايه دور يبقى انا كده عارفت ان ارتفاع المبنى بتاعي بيبقى مرة ونص من عرض ايه الشارع وشفنا مع بعض طب تعالى بقى نفس الجزئية بيقول لي مع حساب البلاكونات احنا هنشوفه على السلايب بتاعنا كمان شوي مع حساب البلاكونات المسموحة له الراجل ده هو المبنى ده هو له قد ايه بلاكونات ولو قد ايه بروز او ابراج على الشارع اللي عرضه 16 ايه هنا القانون بيقول له له 10 10 في المية عشان يعمل ايه بلاكون من عرض الشارع 10 في المية ده كام ده 16 مت صح يبقى له كام 160 لا بس انا ارجع للقانون بتاعي القانون بتاعك قالك اه 10 في المية من الشارع من عرض الشارع للبلاكونات ولكن بما لا يزيد عن كام متر 25 يبقى الراجل ده قانوني له بلاكونات كام متر 25 طب البروز بتاعه اللي هو لو حب يعمل برج هيبقى نص الايه نص دي يعني تقريبا كان اتنين وستين ونص تمام كده ده مين ده البروز اللي هو ايه اهو ده البروز اللي هو ايه اللي هو الابراج بتاعتي يعني لما يجي يعمل بلاكوناه له 125 طب لما يجي يعمل بروز هيبقى 5 في المية من عرض ايه الشارع نشوفها بقى مع بعض من الاسلايد كده نشوف الحل في الاسلايد هنا بيقول لي ارتفاع الارتفاع المسموح به للمبنى يساوي متر ونص اهما شباب زي ما شفنا مع بعض واشتغلنا على الورق ضربهم فيه الستاشر يساوي اربعة وعشرين متر بعد كده عندي عدد الادوار التي يمكن بناؤها بيقول لي اهو انخاصم الاربعة وعشرين خاصم منهم اربعة متر او طرح منهم اربعة متر فيتفضل عنده عشرين متر يبقى هو عنده الادوار اللي جايع هتوبة كام ارتفاع عشرين متر عدد دور الارض طب عدد الادوار يساوي الدور بقول لي هنا واحد اللي هو الدور الارض زائد سبع ادوار علوية خلاص كده بقول لي تقريبا ليه لانه اسم العشرين على ثلاثة متر وكام وعشرين بروز البلكونات ستاشر اللي هو عرض الطريق زي ما قلنا في عشرة في المية اداني متر وكام متر وستين اي متر وكام وربعة لانه مش هينفع ان انا زي ما قلتلك هيعمل البلكوناة بعرض كام متر وستين في الشارع صح جدا يبقى اقصى حاجة كام متر وربعة بعد كده بروز الابراج ستاشر في خمسة في المية اداني كام تمانين من مية متر يعني تقريبا متر اللي ايه اللي روبعة طيب ده خلاص كان مثال ده مثال تاني هنسيبه لكم انا هقول لكم عليها هو وانتوا هتشتغلوه واتبعتونا الحل بتاهم على القناة ان شاء الله فبيقول لي هنا يراد انشاء امارة سكنية مطلة على شارع عرض الشارع تمانية متر وارتفاع الدور المتكرر خلي بالك هنا كام اربعة متر بين او وضح عدد الاضوار التي يمكن بناؤها وكذلك اقصى بروز للبلكونة والابراج على هذا الشارع يبقى يا شباب عشان خلاص وقتنا انتهى وهننهي فانا عايز اقول لكم ان احنا عندنا كده مثال المثال ده بيقول ان انا عندي طريق عرض اربعة متر الدور الواحد فيه ارتفاعه تلاتة متر اما الدور الارض وده قانونه طبع القانون بتاعي اربعة متر ارتفاعه اربعة متر فانا عايز اعرف المبنى ده هيبقى كامت وعدد الاضوار قديه والمسموح له ببروز من بلكونات او ابراج يكون كام طبعا ده هيكون مشتق من المثال اللي انا شرحته من شوية الى هنا يكون انت هنا وصلنا الى اخر الحلقة بتاعتنا ان شاء الله منتظرينكم باذن الله